رقعة الدم تتسع أكثر فأكثر بين حزب الله وإسرائيل فالأيام الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً بين الطرفين ما قد ينبئ عن مواجهة أكبر حجماً تلوح في الأفق حزب الله المدعوم من إيران كثف هجماته في الأونة الأخيرة في تطور ملحوظ هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب على غزة تصعيد يتزامن مع بداية التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح التغيير في وطيرة المواجهة كان في الكم والكيف أحد آخر الهجمات استهداف قاعدة تسومبار اللوجستية في الجولان كما سادف حزب الله مقراً عسكرياً في جعتون شمال إسرائيل بمسيرة هجومية تحمل صاروخاً وكان حزب الله قد نفذ أعمق هجوم له في إسرائيل حتى الآن باستخدام مسيرات متفجرة مستهدفاً قاعدة بالقرب من مدينة طبرية على عمق 35 كم من الحدود اللبنانية نخلة وصفت بالنوعية على مستوى الأسلحة أيضاً حيث تم استخدام مسيرات انقضاضية تطلق صواريخ لكن تطوراً آخر يظهر المنح التصاعدي إذ يبدو أن حزب الله قد يكون حصل على وسائل دفاع جوي متقدمة سلمتها إياه إيران وذلك نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية على الطرف الآخر فإن إسرائيل اعترفت بشكل صريح بوجود تصعيد على الجبهة الشمالية وذلك نقلاً عن المتحدث باسم جيشها يأتي كل هذا وإسرائيل تواصل إصابة أهداف الحزب الله آخرها اغتيال القيادي في حزب حسين خضر مهدي في قصف على بلدة نجارية وسمى الذهب العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة